وأيوة لحبه الكرام نحن خلال هذه الأيام نترقب دخول ركن عظيم من أركان الإسلام وهو الحج إلى بيت الله الحرام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق هذا الحج العظيم الذي شرعه الله تعالى في جميع الأديان وجميع الأمم لذلك روى مسلم في صحيحه أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما مضى إلى الحج مر صلى الله عليه وآله وسلم بوادي الأزرق فقال لأصحابه ما هذا الوادي قالوا يا رسول الله هذا وادي الأزرق فقال صلى الله عليه وآله وسلم كأني أرى أخي موسى عند هذا الوادي على جمل أحمر خطامه ليف له جؤار بالتلبية ثم مضى صلى الله عليه وسلم فمر على ثنية من الثنايا قال لأصحابه ما هذه الثنية قالوا يا رسول الله هذه ثنية كذا وكذا ذكروا له اسمها فقال صلى الله عليه وآله وسلم كأني أرى أخي يونس عند هذه الثنية له جؤار بالتكبير والتلبية فإذا به صلى الله عليه وآله وسلم يمشي على ركب هؤلاء الأنبياء الأطهار ثم يأتي المؤمنون من بعده يسيرون على ركبهم المبارك إذن هذا البيت العظيم شرفه الله تعالى وعظمه وجعل ربنا جل وعلا جميع الناس من الأمم السابقة ممن آملوا بالله تعالى جعلهم ربنا جل وعلا يحجون إلى هذا البيت الحرام أول من بنى الكعبة ليس هو إبراهيم عليه السلام إبراهيم عليه السلام أقامها من أصولها كما قال الله سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا فهو إنما جاء وبنى على القواعد الموجودة وإبراهيم عليه السلام لما وضع امرأته هاجر وولدها إسماعيل وضعهما في موضع الحرم اليوم قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم طيب عند بيتك المحرم طيب الكعبة لم تبنى إلى الآن لا يزال إبراهيم في مهده ونحن نعلم ويوهل فاضل أن بناء الكعبة كان على يد إبراهيم وإبراهيم وإسماعيل غلام لما عاد إليه إبراهيم وبعد ذلك قال يا بني إن الله أمرني أن أبني بيته في هذا الموضع وساعده إسماعيل كما قال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم قواعد من البيت وإسماعيل إذن إسماعيل كان يبني مع أبي ومع ذلك إبراهيم لما وضع زوجته وولده في البداية والصبي في مهده قال أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم طيب ما في بيت محرم إلى الآن إنما يعني إبراهيم عليه السلام عند موضع البيت طيب إذن من الذي بن الكعبة الله جل وعلا يقول إن أول بيت موضع للناس للذي ببكة طيب أول بيت يعني للعبادة طيب ما هو الأمم السابقة كان عندهم بيوت للعبادة حتى في عهد إبراهيم في عهد نوح في عهد الأنبياء عموما كان عندهم نوح عليه السلام قبل إبراهيم طبعا في البعثة طيب إذن أين كان يتعبد قوم نوح عليه السلام ألم يكن عندهم مساجد المؤمنون منهم أعني الله سبحانه وتعالى يعني بيّن ذلك في كتابه لما ذكر خبر إبراهيم وذكر الله جل وعلا أن أول من بنى إبراهيم ممن نعرف نحن من بنى الكعبة ممن نعرف نحن هو إبراهيم لكن بناها قبله كما ذكر بعض المفسرين الملائكة ثم تهدمت ثم بناها آدم ثم تهدمت ثم بناها بعد ذلك إبراهيم وعليه